هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية واجعر لربك بالدعاء فعنده موضوعنا في هذه الحلقة عن حصوات المرارة الأسباب والعلاج نتعرف على البطاقة التعريفية لضيف الحلقة ثم نعود إليكم فابقوا معنا البطاقة التعريفية لضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور محمد حماد الحارثي أستاذ الجراحة العامة المساعد واستشار الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة والبورد الفرنسي في جراحة الجهاز الهضمي والأحشاء الزمال الفرنسية في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الزمال الكندية في جراحة القولون والمستقيم أعود من جديد أعزائي المشاهدين يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق الأرقام التي تتظروا تباعنا على الشاشة طيب حياة الله دكتور محمد حياة سيدين دكتور اليوم يحضورك معنا وتشوفك لنا في برنامج جديد زاد شكرا جزيلا على هذه الاستضافة يا دكتور عبدالله وإن شاء الله المعلومات التي نقدمها للجمهور والمستمعين تكون خفيفة ولطيفة ويسهل استيعابها بإذن الله تعالى دكتور اليوم نحن نتكلم عن حصوات المرارة أسبابها وعلاجها لكن بداية دكتور نريد أن نعرف إيش هي المرارة؟ إيش وظيفتها؟ إيش أهميتها في جسم الإنسان؟ طيب نأخذها نقطة نقطة النقطة الأولى ما هي المرارة؟ المرارة هي عضو موجود في جسم الإنسان عبارة عن كيس مقاسه تقريبا بين 10 إلى 7 سانتي يوجد أسفل الكبد الكيس هذا متصل بالقنوات الصفراوية الرئيسية عن طريق القناة المرارية جميل وإيش أهميته دكتور؟ إيش وظيفته؟ زي ما ذكرنا الآن أنه عبارة عن كيس هذا الكيس عبارة عن خزان يقوم بتخزين العصار الصفراوية اللي بدي تتم تصنيعها في الكبد وتفرزها الكبد وتتصنع وتتخزن في المرارة إلى أن يقوم الإنسان بعملية الهضم وأكل الدهون فبعد كذا تنقابض المرارة وتفرز العصار الصفراوية هذا اللي تساعدنا على هضم هذه الدهون جميل يعني دكتور العصار الصفراوية الموجودة في القناة الصفراوية لها علاقة بالدهون؟ جزء من العصار هي تساعد في عملية هضم الدهون موجود تحتوي على إنزيمات ومواد تساعد في عملية هضم الدهون جميل إيش المقصود دكتور بالتهاب المرارة؟ التهاب المرارة هو التهاب هذا الكيس اللي موجوده يكون في الغالب نتيجة وجود حصوات في الغالبية العظمى من الناس وجود الحصوات هذه تجي واحدة من هذه الحصوات تسد القناة المرارية الواصلة بين المرارة والقناة الصفراوية الرئيسية تسبب لهذا الالتهاب جميل طيب دكتور إيش هي أسباب التهاب المرارة؟ أسباب التهاب المرارة زي ما ذكرنا الآن اللي هو في الغالبية العظمى من الناس وجود حصوات داخل المرارة الحصوات هذه في الغالب تكون نتيجة أنه نسبة الكوليسترول اللي موجودة في العصار الصفراوية عندنا هذه عادة أن تكون موجودة بنسبة ضئيلة جدا ولكن عند الناس اللي يكونوا معرضين للحصوات تزيد نسبة الكوليسترول في هذه العصارة الصفراوية ووقت تخزين العصارة الصفراوية داخل الكيس هذا اللي هو كيسها المرارة يبدأ حبيبات أو ذرات الكوليسترول هذه بالترسب وتكون الحصوات جميل إيش هي الأعراض دكتور المكتدر العمريض اللي عنده التهاب في المرارة؟ الأعراض دائما تكون لها علاقة بالحصوات نقدر نقسم الناس بصفة عامة أو نقسم هذه الأعراض إلى ثلاثة فئات الفئة الأولى وهو العرض اللي دائما بنشوفه بيجون الأشخاص وبيجون المرضى بيعانوا من آلام نسمي هذا النوع من الآلام مغصى المرارة يكون في الجزء الأيمن الأعلى من البطن أو في منتصف البطن وفي الغالبية العظمى يكون مصحوب بغثيان أو قيل ويكون دائما بعد الوجبات الدسيمة وفيه جزء آخر من المرضى بيجونا بيشتكوا لمدة سنوات طويلة يكونوا بيتعالجوا يقولوا على أساس أنه في عندي مشاكل في الماعدة في عندي عسر هضم وفي الأخير يجي الدكتور يسوي له إشاعة سونار إشاعة الفيزيونية ونكتشف وجود الحصوات المرارية والفئة الأخيرة اللي نقدر نذكرها أنه نفس الفئة الأولى ولكن الآلام تكون أكثر حدة أكثر شدة المدة حقتها تكون أطول بكثير عن الفقرة الأولى عن الفئة الأولى من الناس برضو تكون مصحوبة بقيت مصحوبة بغثيان وأيضا تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وهذا ما نسميه الالتهاب الحاد في المرارة دكتور هل ممكن يكون مع الالتهاب مثلا الصفرار في العين تغيرات في البول أو في البراز مع الالتهاب المرارة بحد ذاته لا ولكن نتيجة وجود الحصوات ممكن هذه الحصوات هي اللي تسبب للشيء هذا كمضاعفات لوجود الحصوات داخل المرارة بسبب الانسداد تنتقل أحد هذه الحصوات إلى القناص الصفراوية يتسبب للانسداد هذا ومن أعراض الانسداد اللي يظهر عندنا اللي هو تغير لون قرنية العين تغير لون البرازو أنت بكرامة تغير لون البول دكتور من هم الناس الأكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة بشكل عام حصوات المرارة أو النمط الشائع أنهم في الغالب يكونوا من السيدات السيدات أكثر عرضة للإصابة بالحصوات أكثر من الرجال ويكونوا في الغالب في العقد الرابع من العمر وأيضا مصاحب بتغيرات الهرمونية أثناء الحمل والولادة هذه الفئة الشائعة التي نعرف عنها ويكونوا أيضا يعانوا من شوية زيادة في الوزن وفي فئة ثانية موجودة من الناس اللي الآن بدأنا نشوفهم بتزايد كثير في العيادات اللي هم الناس اللي يفقدوا كمية كبيرة من الوزن خلال فترة قصيرة أو الأشخاص اللي بيمارسوا الصومة المتقطع لفترات طويلة يصوم 15 أو 16 أو 17 ساعة في اليوم لفترات طويلة لغرض فقدان الوزن بصفة عامة هذه هي الأشخاص اللي أكثر عرضة للإصابة بحصواتها المرارة وما ننسى أكيد التاريخ العائلي كعامل وراثي يعني دكتور مثلا الناس اللي بتعمل عمليات تكميم ونقاص وزن يعني هل ممكن هم أكثر عرضة للإصابة بحصواتها المرارة؟ اللي نقدر نقوله أنه في هذا الأشخاص يعتمد على كيفية فقدان الوزن عندهم اللي بننصحه كإجراء وقائي عند الأشخاص اللي تخضع لعمليات تكميم أو الأشخاص اللي ترغب في فقدان الوزن بعدم النزول السريع أنه ما يفقد كمية كبيرة من وزنه خلال فترة قصيرة ولكن ننصحهم بالنزول المتدرج ويحاولوا بشكل كبير يتجنبوا الصيام المتقطع لفترات طويلة طيب الآن دكتور لو جاكا حد في العيادة وعنده آلام شبيهة بآلام التهاب المرارة لازم تفضل دكتور آلام في المنطقة العليا اليمنى من البطن مصاحب مع غثيان وقي ممكن يكون حرارة كيف يتم تشخيص دكتور المريض اللي عنده هذه الأعراض وفيه اشتباه أنه عنده التهاب المرارة طريقة التشخيص الرئيسية والأساسية لتشخيص حصوات المرارة والتهابات المرارة هي إشاعة السونار أو الموجات الفوق الصوتية الإشاعة الصوتية لها أكثر من مسمى هي الشي الرئيسي اللي بنستخدمه أو الطول الرئيسي الأدار الرئيسية اللي بنستخدمها للتشخيص تفيدنا كثير في معرفة وتحديد وجود الحصوات من عدمه ودلائل وجود التهابات حدة في المرارة من عدمه وبعد الحصول على الحاجات هذه ممكن نلجأ إلى بعض التحليل الدم اللي تساعدنا في معرفة وجود مضاعفات من عدمها زي صورة الدم أو وظائف الكبد الطرق الإشاعية الأخرى مثلا زي الإشاعية المقطعية وغيرها هل 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 دور في المرارة؟ من الممكن أنها تساعدنا في التشخيص ولكن الوسيلة الرئيسية اللي هي الموجات الصوتية من الممكن أنها تساعدنا في التعرف على وجود حصوات من عدم ويعتمد على نوع الحصول الموجودة من خلال الإشاعات المقطعية وأيضا في الرنين المغناطيسي للقنوات الصفروية من الممكن أنه أيضا يساعدنا في التعرف على وجود حصوات داخل القنوات الصفروية والمرارة من عدمها جميل طيب خلينا دكتور الآن نتكلم على موضوع العلاج الآن لو شخص مريض بي عنده مثلا إلتهاب المرارة وحصوات كيف يتم دكتور علاج المريض؟ ممتاز السؤال دكتور عبد الله هذا من أكثر الأسئلة اللي بنواجهها في العيادة يوم بيجينا مريض ويجلس أمامنا في الجزء الآخر قابلنا في الطاولة ويسألنا دكتور أنا عندي حصوات في المرارة إيش الحل إيش العلاج عند التشخيص بوجود حصوات داخل المرارة فإن الحل الأفضل والأسلم هو استقصال المرارة نستقصل المصنع المرارة هي الكيس اللي بيطنع في هذه الحصوات فمن أفضل هاج أننا نستقصل المصنع بكبره عشان الإنسان يستريح ويرتاح منها فبعد كذا أول ما نذكر الحل الجراحي للمرضى طيب يا دكتور أنا الآن عندي قريبي أختي عمتي خالتي مشخصة بالحصوات المرارة ولها ثلاثة أربعة خمسة سنين ولا سوت العملية وأمورها طيبة وتعاني كل فترة وفترة من شوية ألام وما سوت العملية وما تبغى تسوي العملية للأسف هذه الفئة من المرضى دكتور عبدالله هم اللي بيجونا في فترات شوية متقدمة من المرضى بدل ما تكون عملية بسيطة وعملية سهلة والمريض فترة التنويم في المستشفى تكون فترة قصيرة بيجونا بالمضاعفات الغير مرغوب فيها واللي لا يرغب فيها الجراح والمريض لا يرغب فيها واللي متسبب لنا أن المريض يضطر بسببها أنه يتنوم فترات طويلة في المستشفى من الممكن أنه يدخل لعناية مركزة بسبب التهاب البنكرياس أو التهاب انسداد القنوات الصفراوية فالحل الأمثل للحصوات هو الاستئصال الجراحي جميل طيب قبل الاستئصال دكتور هل في علاج وقائي الإنسان الطبيعي مثلا يعمل هذا العلاج الوقائي لمنع حدوث حصوات تسمح الله مستقبلة أحد الفئات التي أول ذكرناها قلنا أنه في مرضى ترغب في فقدان الوزن أو تخضع لعمليات فقدان الوزن عمليات التكميم أو عمليات تغيير المسار وبيفقدوا وزن سريع خلال فترة قصيرة فهذول إذا ما كان في عنده من البداية حصوات في المرارة نرغب دائما أنه يتجنب تكونها زي ما قلنا العلاج الوقائي لها يفضل أنه يفقد وزنه تدريجيا على فترة طويلة وما يفقد وزنه على فترة قصيرة لتجنب حدوث هذا الشيء أنه يحدث خلال في عملية التكسر بالنسبة للدهون في عملية استخدام الجسم للدهون الموجودة فتزيد من نسبة حدوث هذه المشاكل وفي بعض الأوقات المرضى اللي يكونوا معرضين لشيء هذا من الممكن أن نصرف لهم علاج دوائي يقلل ولا يمنع يقلل من نسبة تكون هذه الحصوات يعني ما يقدر يستمر على المريض فترة طويلة بالنسبة لعلاج الدوائي بعد ما يستقر وزن المريض وما يكون في عنده أي خطورة من هذه من الممكن أن نوقف هذا العلاج أقص الدكتور مثلا هل المريض إذا يحتاج جراحة وأخذ علاج دوائي هل ممكن يستغني عن الجراحة وخلاص لا للأسف تكونت الحجار موجودة أو نقول الحصوات الحصوات موجودة وما في أي حاجة ممكن أن تشيلها أو تدوبها الشيء الوحيد والأنجح إلى الآن وشيء المتوفر أمامنا هو الاستئصال الجراحي للمصنع نفسه طيب نبقى نتفصل أكثر دكتور في موضوع الجراحة لأنه ممكن هذا هو الجزء الأساسي في حلقتنا اليوم اللي هو إيش التعليمات أول شيء دكتور من قبل العملية والآن مريض يخضع عملية جراحية لأسبوع القادم إيش التعليمات اللي لازم يقبل الجراحة طيب التعليمات اللي نبتدئ عادة من وقت العيادة طيب المرضى المريض جاني يشتكي من الآلام تم تشخيصه بالحصوات فنبدأ التوعية من العيادة نبدأ نقول له إيش الأشياء اللي لابد أنه يتجنبها عشان ما تحدث عنده أزمات المرارة أو مخص المرارة والآلام اللي بتجيه وتخليه يضطر أنه يروح للمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات والطوارئ عشان يأخذ مسكنات الآلام هذه فنطلب منهم تجنب الحاجات اللي تحفز الآلام هذه والشيء الرئيسي اللي بيحفز هذه الآلام هو الأكل الدسم الزيوت السمين والأمور هذه كلها هذه من المحفزات اللي تزيد من نسب حدوث آلام المرارة فنطلب منهم أنهم يتجنبوها بأكبر قدر ممكن يبتعدوا عنها يبتعدوا عن الدهون يبتعدوا عن الأكل المقلي الأكل الدسم الأكل المسبك يحرم نفسهم منه فترة بسيطة إلى ما يجري العملية وبعد العملية يقدر يرجع لحياته الطبيعية بشكل طبيعي جدا وبعدين بعد كذا يبدأ التجهيز للعملية الجراحية في بعض تحليل الدم اللي لازم يتم إجراءها بشكل روتيني نطمن على نسبة الهيموغلوبين من فقر الدم من عدمه على سيولة الدم على وظائف الكلا على الأملاح ووظائف الكبد ويشوف دكاترة التخدير يقابلهم المرضى اللي بيكونوا بيستخدموا بعض الأدوية اللي من الممكن أنها تزيد نسبة السيولة في الدم يطلب منهم توقيفها بإرشادات معينة ويعتمد على نوع الدواء اللي يوقفوا وفي ليلة العملية يطلب من المريضة الصيام فقط جميل الصيام دكتور الصيام هذا يعني نبونا في إيش سبب الصيام وكم مدة الصيام تقريبا في حالة الخضوع لهذا النوع من العمليات نقول الصيام الصيام عن الأكل والصيام عن السوائل يفيدون أكثر الزملاء في التخدير في هذه الأمور ففي الغالب نحن نحتاج من 6 إلى 8 ساعات عن الأكل الصلب ونحتاج تقريبا ثلاثة ساعات عن الصيام عن الماء قبل إجراء العملية إيش السبب؟ عشان تكون المعدة فاضية لأن أدوية التخدير بعض الأوقات وقت أن الأطباء التخدير يقوموا بتنويم المريض ووضع عنبوب التنفس خلال فترة العملية من الممكن أن هذه الأدوية تحفز ريفلكس غير مرغوب فيه فممكن أن المريض يستفرغ فهذا الشيء الذي لا نرغب فيه في حالة حدوث شيء مثل هذا من الممكن أن أقدر الله أن المريض يأتي له التهاب في الرئة في الرئة طيب إيش خطورة الالتهاب هذا دكتور؟ اللي هو التهاب الرئة الاستنشاقي أو الاسباريش النيمونيا خطورته أنه التهاب رئوي من الممكن أن المريض بعده لقدر الله يحتاج إلى تنويم في عناية المركزة من الممكن أنه يسبب له أنه فجل في التنفس ويكون المريض موجود فترة على أجهزات التنفس وغير كذا يحتاج أن المريض اللي بتحصل عنده هذه المشكلة يحتاج أنه يتغطى لفترة من الوقت من عشر أيام إلى أسبوعين زمان وممكن تمتد العلاج بالمضادات الحيوية دكتور هل في عمر معين بصفتك جراح في هذه الأمور هل في عمر معين دكتور تقول المريض هذا ما ينفعله للجراحة مثلا فوق الستين أو فوق الخمسين سنة أو فوق الستبعين سنة لا نقول أنه في عمر معين يمنعنا من الجراحة ولكن أن نطالع في المريض كاملا أو شخصا الذي يشتكي من هذه المشكلة بشكل كامل الوضع الصحي بشكل عام بشكل كامل بصفة عامة لا يوجد عمر محدد لكي نجري عمليات المرارة هذا أحد أساتذتي كان في فرنسا بيقول لنا أنه عمليات المرارة ممكن نجريها لشخص عمره 90 سنة 91-92-95 سنة وفي أحد المرضى الذي أجرينا لهم العملية ما أنسوا عمره كان تقريباً 101-102 فيعتمد بصفة عامة على الوضع العام للمريض لا يوجد عمر معين ممكن أن نقول فيه لأنه إجراء عملية زي كذا يسلم المريض أو يبعد عن المريض مشاكل الدخول في المضاعفات الغير مرغوب فيها كنت نتكلم عن هذا الشغل طيب دكتور هل ممكن تكون عند المريض مرارة التهاب في المرارة بدون أعراض ممكن تكون عند المريض حصوات بدون ظهور أعراض ولكن التهاب بدون وجود أعراض لا يمكن طيب إذا أخذنا مثال بسيط اللي أقوله أغلبية المرضى اللي بيجوا في العيادة اللي بيشتكوا من حصواتنا لو أخذت السنار الجهاز اللي أتكلمنا يعني لن نستخدمه للتشخيص ومسكت وجلس تمشي فيه بين الناس كلها سألاقي أشخاص كثيرة جدا عندهم حصوات في المرارة ولكن كم واحد من هذول الأشخاص اللي عنده أعراض فهذا هو السؤال ممكن توجد الحصوات نعم يتم اكتشافها في بعض الأوقات بشكل بصورة عرضية مريض دخل يسوي الإشاعة الصوتية هذه السنار لأي سبب آخر مشكلة في الكلا سيدة حامل كانت بتشيك على الحامل والأمور هذه واكتشفنا وجود الحصوات المرارية بدون وجود أي أعراض فمن الممكن أنها توجد نعم ولكن في الغالب تكون صامتة بدون أعراض وفي نسبة كل سنة تتزايد فيهم وتظهر عندهم هذه العامل ذكرت دكتور الحوامل بالنسبة لدكتور الحوامل لو كان عندهم حصوات وصار فيه التهاب هل تنعمل لها الجراحة ولا تنتظر بعد الولادة ولا لازم اختيار الوقت الأنسب لإجراء العملية الجراحية ولكن نعم من الممكن إجراء عملية اصال المرارة للسيدات الحوامل طيب أشيء دكتور المضاعفات المتوقع حدوثها في حال أن المرض ما عالج الالتهاب بشكل مبكر وتجاه الموضوع العملية أو كلام الطبيب بشكل عامل سواء عملية أو غيرها طيب هذا برضو كمان من الأسئلة الشائعة ومن الأكثر الأسئلة اللي بننسألها في العيادة خلينا أحكي القصة دكتور عبدالله في أحد المرضى يشتكي من حصوات في المرارة فبتجي له كل فترة و فترة الألام البسيطة بعدما يأكل الأكل الدسم فبيضطر بسبب وجود الألام أنه بيستحمل عارف يقول أنا الرجل أن أقدر استحمل الألم هذا إذا زاد شويتين الألم كبرياء كبرياء يستحمل الألم هذا شويتين أو أنه يروح لأي مركز صحي قريب منه ويأخذ مسكن ألم عن طريق الوريد تخف الأزمة يخف الألم نص ساعة إلى ساعة زمان ويرجع لحياته بشكل طبيعي تتكرر هذه الحادثة مرة ومرتين وثلاثة واربعة وكل مرة إلى أن حصل أنه الالتهابات والآلام زادت بشكل أنه حتى مسكنات الألم ما قدرت تعطي نتيجة فاضطر أنه يروح إلى مستشفى في المنطقة اللي هو ساكن فيها ويجري العملية العمليات هذه زي ما يمكن نتكلم عنها بعد شوية في الغالبية العظمى وفي نسبة أكثر من 95% بنجريها بالمناظر الجراحية كجراحات تدخل بسيط ولكن للأسف بسبب وجود الالتهابات الشديدة اللي حصلت عنده اضطرنا أن العملية تكون بفتح البطن وبعد ما سوى العملية هذا اضطر أنه تكون تنويمه في المستشفى من 7 إلى 10 أيام زادت مدة التنويم وبعد كذا مكان الجرح اللي حصل أو مكان فتح البطن المريض صار عنده فتك جراحي فاضطرنا أننا نسوي عملية ثانية لإصلاح الفتك والآن رجع مرة أخرى الفتك فهذا كله لأن الشخص تردد وآخر العملية فدخلنا في المضاعفات اللي ما نرغب فيها وفي قصص كثيرة بنشوفها بأنهم مرات بيرفضوا العمليات في البداية وبيجون بالتهابات حدة في البنكرياس اضطر أن المريض يتنوم في المستشفى لفترات أطول لا قدر الله يدخل عناية مركزة يضطر إلى إجراء تنظير للجهاز الهضمي في حالة وجود انسداد في القنوات الصفراوية ويأخر العملية ويزيد من صعوبة العملية على الجراح كل هذه الحاجات اللي ذكرناها من مضاعفات عدم المثول إلى العملية دكتور هل استئصال المرارة تعتبر من جراحات اليوم الواحد يجي المريض الصباح ويطلع مثلا في الليل ولا يحتاج فترة أطول إجابة على سؤالك نعم عمليات استئصال المرارة من الممكن أن تكون عمليات جراحة يوم واحد ولكن في الأشخاص اللي لازم نتم اختيارهم بعناية يعني مو أي الأشخاص اللي بيجين في بداية التشخيص عنده فقط الألام البسيطة اللي نسميها مقص المرارة أو البلياريكوليك من الممكن أنه تترتب العملية يجي المريض صباحا تتسوى العملية وقبل المغرب يكون المريض في بيته أو في بعض الحالات اليوم اللي بعد العملية بيخرج بروح البيت ويرجع لحياته الطبيعية بعدها بكم يوم زمان بدون أي مشكل دكتور ليس المشاكل المرارة للتهابات يعني مثلا الناس اللي عندهم حصوات و عندهم تجيهم التهابات متكررة تزيد عليهم التهابات هذه دكتور في المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو في الأعياد بشكل عام هذه عداد اجتماعية عندنا في البلد الكرم الاجتماعي خلينا نسميه اللي هو المناسبات الأعياد الزواجات وأي مناسبة موجودة تكون دائما مصحوبة بالعزائم و عندنا العزائم ما شاء الله الأكل الدسم زي ما ذكرنا في البداية الأكل الدسم والأكل المسبك والدهون والزيوت من أهم الأسباب اللي تحفز ألام المرارة وش دكتور ممكن الإنسان يعمل للوقاية من هذا الشيء في الأعياد ومناسبات يعني؟ تخفيف منها أكيد الدهون بصفة عامة الكثار منها شيء غير محمود الإنسان يحتاج الدهون نعم ولكن بكمية محدودة المرضى اللي بيشتكوا و تم تشخيصهم بوجود حصوات في المرارة من الأفضل أنه يتجنب أي أكل دسمي يتجنب الدهون يتجنب الزيوت إلي ما يجري العملية وبعد كذا يرجع لحياته الطبيعية جميل دكتور من الأشياء اللي يكتبها الجراح للمريض بعد العملية اللي هو الانسنتيفس باروميتر أو اللي هو جهاز النفخ التحفيز يتوقع أو تمارين التنفس أو تمارين جهاز التنفس هذا دكتور أهميتها و ليش يعطى لي كل مريض بعد العملية طيب أي مريض يكون يشتكي من ألم طيب في البطن أو شي تحس أنه النفس عنده يبدأ يقل شوية طيب أنه ما يقدر يأخذ نفس عميق إذا يأخذ نفس عميق يحس أنه الألم عنده يزيد فالناس اللي تكون عندهم ألم يتجنب أو أنه يخاف من أنه يأخذ نفس عميق لأنه النفس العميق اللي بيأخذه ممكن أنه يحفز عنده الألم في البطن التمارين هذه من فايدتها أنها تساعد على فتح الشعب الهوائية وأنه تساعد المريض تدريجيا أنه يأخذ نفس عميق النفس العميق هذا فائدة أنه يفتح جميع الشعب الهوائية نقلل من كمية ترسب اللعاب أو المخاط داخل القنوات والشعب الهوائية هذه لأنه موجودها فيه ممكن يسبب لنا انسدات في هذه الشعب مما يؤدي إلى حدوث التهابات الرئوية لا قدر الله والالتهابات الرئوية من أهم الأسباب أو من أهم المضاعفات الغير مرغوب فيها بعد أي عملية جراحية فدائما نبدأ نتكلم مع المريض بأنه من أهم الأشياء التي أنت عليك يا مريض بعد العملية جهاز التنفس وتمارين التنفس نبدأ فيها من قبل العملية ونستمر فيها طول بفترة بعد العمل جميل دكتور أهمية التحاليل التي تنعمل قبل العملية جميع التحاليل التي تنعمل قبل العملية تجهيز للعملية الجراحية بحيث أن المريض يدخل للعملية الجراحية وهو جاهز من جميع النواحي ما اكتشفنا بخلال إجراء بعض التحاليل الروتينية التي هي التحاليل ما قبل العملية مرضى عندهم مشاكل في سيولة الدم ما كانت غير مكتشفة نلاقي عندهم تسارع في الترسب وأمور زي كذا فنضطر أن نحولهم إلى ذكاتلة أمراض الدم للتعامل وتشخيص المشكلة هذه أن هدفنا الأساسي تقليل المضاعفات نجري العملية ولكن لا نرغب بوجود مضاعفات بعد العملية فهذه كلها تساعدنا على التقليل من حدوث هذه المضاعفات تحاليل سيولة الدم التعرف على سيولة الدم المريض يدخل للعملية سيولة الدم عنده زي زي إنصال طبيعي تحاليل الدم بصفة عامة أو صورة الدم عشان إذا كان فيه فقر دم موجود أو لا نتعرف على أسباب ونحاول إننا نعالجه ونحل له وظائف الكلا عشان نشوف هال المشاكل اللي حصلت للمريض مثلا من مشاكل الحصوات المرارة من الألام من الاستفراغ والقيئة المستمر دخل بمشاكل بجفاف بتغير في وظائف الكلا وظائف الكبد نتطمن على إنزيمات الكبد في نسبة ضئيلة من الناس بعدما يصابوا بالتهاب في حادف المرارة نشوف شوية تغيرات في إنزيمات الكبد حدوث مضاعفات لا قدر الله انسداد في القنوات الصفروية كل هذا يتبين لي التحاليل دكتور هل استئصال المرارة يسبب مشاكل في هضم الدهون مستقبلا؟ لأنه تفضل دكتور أن المرارة أحد أهم ضايفها وهو تكسير الدهون أو تكسير لك الدهني بشكل عام فهل مستقبلا دكتور هل يصير فيه مشكلة في هضم الدهون عند الإنسان؟ نحن ذكرنا في البداية أن المرارة عبارة عن كيس الكيس هذا مخزن يخزن العصار الصفروية فإذا شلنا العصار الصفروية لا تزال موجودة الكبد يصنع العصار الصفروية ويقوم بإفرازها فوظيفة المخزن هي التي استغنى عنها الجسم وليست وظيفة العصار الصفروية بحد ذاتها فبالنسبة للأشخاص بعد عمليات المرارة لا لا يوجد أي مشكلة في هضم الدهون ممكن من الممكن في فئة قليلة جدا بعد عملية الاستئصال ممكن أنه يحس أنه عنده تسارع في عملية الذهاب للحمام وعملية الإخراج ولكن هذا التسارع يكون مؤقت ويختفي خلال فترة قصيرة جميل دكتور إيش سبب لتفضل دكتور أنه ممكن أن يكون من الأشياء التي عرضتكم موجودة تغيرات في اللون البراز أو البول ووجود أسفرار على الجلد أو على القرنية العين إيش السبب دكتور لسبب هذه الأشياء يعني إيش الباث الفيسيولوجي أو كيف تكونت هذه الأشياء وكيف حدثت لكل واحدة منهم سببها جميل التهاب المرارة بحد ذاته لا يسبب الإصفرار أو تغير لون البراز أو تغير لون البولوينتب كرامة اللي بيصير أن الحصوات هذه موجودة داخل الكيس تتحرك داخل الكيس مغضة راحتها ووحدة من الحصوات هذه أو عدة حصوات طلعت من القناة المرارية ونزلت في القناة الصفراوية الرئيسية وسببت لنا انسداد وسببت لنا الانسداد الانسداد اللي هناك صار تراكمت العصارة الصفراوية اللي المفروض أنها تنزل من القنوات الصفراوية إلى الجهاز الهضمي وتساعدنا في هضمة دهون صار فيه انسداد صار فيه انسداد وما قدرت توصل للمكان هذا فايش اللي صير هذيك بتساعدنا على هضمة دهون وأيضاً وأيضاً العصارة هذه أو المادة الصفراء اللي موجودة هي اللي بتعطي للبراز لونه فعدم وصولها سبب لنا تغير في لون البراز وتحول إلى اللون الفاتح زي ما تفضلت دكتور وأول ما تبدأ تزيد تدريجياً هذه العصارة في الدم الجسم يحبب أنه يتخلص منها الطريقة الأخرى للتخلص منها هي عن طريق الكلة فتقوم الكلة بتصفيتها وتستخرج هذه العصارة منها وتبدأ الإنسان يتخلص منها عن طريق البول وتسبب لي التغير في لون البول إلى اللون الغامن طيب دكتور أستاذناك فاصل قصير ونعود إن شاء الله أعزائي مشاهدي فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا فاخذ النصيحة من طبيب حاذقين وبأمر ربك تكشف الأدواء الطب من أشرف المهن وأهمها قال الشافعي لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب لكن الطبيب المسلم ينبغي أن يتميز عن غيره بأخلاقه الإسلامية وبالتزامه بحقوق المهنة فيحتسب عند الله تخفيف الآلام عن المرضى وتنفيس الكرب عن أهليهم وفي الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ويحرص على إتقان المهنة نظرياً وتطبيقياً قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ويتابع أحدث الأبحاث الطبية المنشورة في المجلات الطبية وعلى الشبكة ويحضر المؤتمرات الطبية العالمية في تخصصه ومن صفات الطبيب أن يكون ثقة مأموناً على الأرواح والأموال وأن يعالج عدوه بصدق نية كما يعالج حبيبه ويحترم المواعيد في المستشفى وغيرها فلا يتأخر عن بداية الدوام ولا ينصرف قبل انتهائه ويستر المريض فلا يكشف من عورته إلا ما اقتضت ضرورة العلاج كشفه ويحفظ أسرار المريض فلا يبوح بها لأحد ويحترم خصوصياته فلا يتصرف فيها دون استئذانه وبدن المريض من خصوصياته فلا يحق للطبيب أن يجري له جراحة إلا بإذنه أو إذن وليه عند تعذر استئذانه والطبيب المسلم عفيف دين إن اضطر إلى علاج النساء فهو عفيف معهن يغض بصره قدر الإمكان وعليه أن يتحمل أذى الناس كأن يوقظوه من نومه أو يتصلوا به في وقت غير مناسب قيل لأحمد بن حنبل ما حسن الخلق قال أن تحتمل ما يكون من الناس والطبيب المسلم بشوش رفيق بالمريض يلين له جانبه ويؤنسه بالكلام الطيب حتى يذهب عنه الرهبة ويبث في المريض روح الأمل والتفاؤل ويبشره ويدعو له بالشفاء ويتصدق على الفقراء بالكشف المجاني أحيانا أو بالرد على الجوال وبذل المشورة الطبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فاخذ النصيحة من طبيب حاذقين وبأمر ربك تكشف الأدواء أعودا من جديد أعزائي المشاهدين يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق أرقام التي تضعوا اتباعا على الشاشة حكرا دكتور محمد أهلا وسهلا شاكرا الله دكتور عبد الله دكتور محمد كنا نتكلم قبل الفاصل عن كل ما يتعلق بالمرارة أهميتها ووظيفتها وأعراض التهاب المرارة طرق التشخيص والإعلاج إلى آخره وبدأنا نحديث الدكتور عن إيش سبب تغير لون البرازك ومحمد الله والسامعين وتغير البول بالنسبة لصفرار العين إيش السبب يعني إيش الميكانيكية اللي حدثت بسبب مثلا حصوات سدت في القنوات إلى أنه أدت إلى صفرار العين زي ما ذكرنا قبل الفاصل دكتور عبد الله أنه بسبب الانسداد اللي موجود في القنوات الصفروية بسبب وجود حصوة أو عدة حصوات سببت لنا هذا الانسداد تبدأ تتزايد نسبة الصفرة في الدم ومع التزايد هذا يبدأ تغير جميع الأغشية المخاطية اللي موجودة في الدم تترسب العصارة هذه الصفروية في الجلد وتسبب لنا مشاكل تغير لنا لون الأغشية المبطنة للفام وتغير لنا لون قارنية العين دكتور هل رفض المريض للعملية الجراحية يشكل خطورة على المريض القصة اللي حكيناها قبل شوية عن المريض اللي بدأ يستحمل وهذا نفس الشيء اللي بيصير عندنا زي ما قلنا ذكرنا في البداية أنه عندنا الرجال بيستحملوا الألم بشكل أكبر من السيدات يقول أشوية ألم بسيط فهذا اللي بيصير عندنا يوم بيجينا مريض بيعاني من التهاب التهاب في المرارة بسبب وجود حصوات صفروية أو له مدة بنعرف أننا داخلين على عملية صعوبتها أكثر أو لها صعوبة زيادة شوية عن العمليات يوم تكون التشخيص في البداية عندنا الرجال ما شاء الله كذا زي ما قلت كبرياء الألام عندهم بتزيد فبيجونا للأسف في فترات متقدمة بيجونا بالتهابات حادة تزيد من صعوبة العملية بيجونا بالتهابات حادة في البنك رياس تضر أن المريض يتنوم لفترة أطول أو لا قدر الله يتنوم في العناية المركزة بيجونا بانسدادات في القنوات الصفراوية تخلينا نضطر أننا نسوي تنظير علوي للجهاز الهضمي تنظير علوي تداخلي لإزالة الحصوة المسبب للانسداد هذا فالطول من فترة العملية تزيد من صعوبتها بالنسبة للجراح أكيد في خطورة في حالة أن المريض تردد في إجراء العملية نسب حدوث المضاعفات كل ما كانت العملية أبدر قلت بشكل كبير جدا حتى كاستشفاء دكتور كريكاوري بعد العملية وكاستشفاء يكون أطول على المريض يتأخر في العلاج نعم عمليات استئصال المرارة الآن من أكثر العمليات شيوعا في العالم يعني أم نيجي ونطالع أكثر عمليتين شيوعا في العالم عمليات استئصال المرارة وعمليات استئصال الزائدة الدودية بالمناظرة الجراحية المريض يدخل يسوي العملية ويخرج في نفس اليوم أو يخرج اليوم اللي بعده بيرجع لحياته الطبيعية خلال أيام خلال أسبوع إذا زادت الآن بشوية ممكن خلال ثمانية تسعة أيام يكون راجع لبيته بخلاف المريض اللي اضطرنا أنه نسوي له عملية فتح بطن عملية فتح بطن المريض على الأقل تنوم في المستشفى لمدة خمسة إلى سبعة أيام المريض يحتاج بعد كذا فترة نقاها وفترة استشفاء ما بعد العملية تقريبا حدود ثلاثة أسابيع إلى شهر زمان تأخر عودة إلى العمل تأخرت إنتاجية وفكل هذه عوامل ممكن تأثر المفروض عدم التردد في حالة الوجود والذهاب للطبيب يعني مبكرة الذهاب للطبيب مبكرة نعم دكتور أهمية عمل العملية عند طبيب مختص في عمليات مثلا جراحة المرارة وغيرها ناس عندنا بتفضل دائما أنها تروح عند الطبيب المختص في هذه الأمور عمليات استئصال المرارة هي من أكثر العمليات شيوعان من أهم العمليات اللي خلال فترة التدريب الجراحي اللي هو خلال فترة الطبيب خلال فترة الريزدنسي اللي هو فترة الإقامة لأي طبيب متدرب خلال خمس سنوات أو ستة سنوات حق تدريب الجراح هذه من أهم العمليات اللي بيكونوا معرضين أنهم يشوفوها ويواجهوها يواجهوا مشاكلها ويواجهوا مضاعفاتها ويتعاملوا مع المرضى اللي فيها فالطبيب الجراحي بصفة عامة المؤهل يستطيع القيام بهذه العملية في حالة وجود صعوبة في حالة وجود صعوبة جراحية خلال العملية أبداً معيب أنه المريض أنه الطبيب يطلب استشارة زميله اللي موجود عنده يتصل عليه أنا عندي مشكلة بسيطة خلال إجراء عملية استأصال المرارة تعال ساعدني ما في طبيب حيرفض أنه يجي يساعد زميله في هذا الموضوع الفرق أنه الجراح المختص ممكن أنه سوى عدد أكبر من هذه العملية عن الجراح العام اللي يتدرب عليها خلال فترة التدريب الجراحي أو الريزدنسي بروغرام حقه طيب أستاذك دكتور عندنا نتصل على الهاتف هند من السعودية تفضلي هند السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي سيدة هند دكتور اسمعيك في الثالث دكتور اللي هو باعث إجراء عملية اللي هي إزالة المرارة في إشاعات بأنه الهضم بيصير أصعب لديه بعض الأصعب والمعقدة منها أنه مو يكون هضم هاتف أو ما يكون هضم فهل فعلا يؤثر إزالة المرارة على عملية الخزم أو لا جميل طيب في سؤال ونكرت أكثر إشي يكون في بديل أضحل تانية جميل طيب في سؤال آخر هند أو لا خلاص شكرا طيب بتظري الإجابة من الدكتور إن شاء الله شكرا طيب دكتور سيدة هند كانت بتسأل عن هل الاستئصال العملية بسبب مشاكل في الهضم وإيش الخيارات البديلة بالنسبة للاستئصال الجراحي للمرارة زي ما ذكرنا في بداية الحلقة المرارة هي عبارة عن كيس الكيس هذا وظيفته مخزن للعصارة الصفروية اللي تساعدنا في هضم الدهون إذا استأصلنا هذا الكيس معناته إحنا أزلنا هذا المخزن اللي موجود ولكن العصارة الصفروية لا تزال موجودة الكبد يقوم بتصنيع العصارة ويقوم بإفرازها تصل للجهاز الهضمي وتساعدنا في هضم الدهون في بعض الأشخاص بعد من قوم بعملية استئصال المرارة اللي بيشتكوا منه زي ما قلنا إنهم بيشتكوا من عملية تسارع في عملية الإخراج والروح على الحمام خلال فترة ما بعد العملية هذا التسارع مؤقت ويزول مع الوقت فأبدا ما يكون في أي مشكلة في عملية هضم الدهون بعد استئصال المرارة ولا أي شيء الإنسان يرجع لحياته الطبيعية في الغالب قبل العملية بيكون مانع نفسه أو ممتنع عن الأكل الدسم والدهون والأمور هذه بسبب وجود الحصوات لأنه عارف إذا أكل الأكل الدسم الألام عنده حتزيد حيضطر أنه يروح مستشفى وأمور زي كذا فيتجنبها لا أبدا استئصال المرارة عملية حميدة من أكثر العمليات اللي بتتم بعدها المريض بيرجع لحياته الطبيعية بشكل طبيعي بيرجع بيأكل بشكل طبيعي ما في أي تأثير على عملية هرمى الدهون جميل طيب نستاذك دكتور لدي أتصال آخر على الهاتف صابرين من السودان طيب يبدو أنه الاتصال مقطع طيب دكتور أرجع معك دكتور للموضوع العمليات الآن دكتور نسمع مصطلحات عند الجراحين عملية منظار عملية فتح بطن أو جراحة و عملية اللي هو الروبوتك سيرجري أو جراحة الرجل الآلي فإيش الفرق دكتور ما بين كل واحد من هذه الخيارات و متى يقرر الطبيب هذا الخيار أو هذا الخيار أو هذا الخيار هذا تطور العلم تطور العلم هو اللي ودانا من عمليات الفتح إلى عمليات المناظير إلى عمليات الرجل الآلي في البداية قلنا أنه في الخمسينات والستينات أو دائما أول ما ابتدت تسوي عملياتها المرارة تتم بالفتحة الكلاسيكة وبالشق الكلاسيكة للبطن المريض بعد العملية بيضطر أنه بيجلس أسبوع زمان إلى عشر أيام بدأ العلم يطور بدأ العلم يطور بدأ العلم يطور إليه في آخر الثمانينات وأول التسعينات تم إجراء أول عملية الاستئصال المرارة بالمناظير الجراحية من خلال جراح ألماني العملية هذه ساعدت في أن المريض بيخرج بعد يوم أو يومين من المستشفى بيرجع لحياة الطبيعية خلال أسبوعين زمان تطور العلم وزادت لهذا وبدت ما يؤدي إلى إجراء العملية وصلنا إلى أننا نسوي العملية هذه كجراحة يوم واحد يأتي المريض عبارة عن جرحين أو ثلاثة جروح صغيرة من خلالها نستخدم الألات التدخل البسيط نستأصل المرارة نزيلها المريض الثاني يوم بيروح البيت أو بنفس اليوم بيروح البيت تطور وصلنا إلى عمليات الرجل الآلي لاستئصال المرارة نفس المبدأ كعمليات المنظار أو التنظير الجراحي نفس المبدأ ولكن الفرق أنه الجراح بعيد وموجود في مكان بعيد شوية لإجراء العملية الجراحية بعض الناس دكتور تخاف من موضوع الرجل الآلي تتوقع أنه مثلا الجهاز هو نفسه يسوي العملية من واحده فهذا الكلام صحيح أو تحت تحكم من طبيب استشاري؟ تحت تحكم من طبيب استشاري تحت تحكم من طبيب مختص في هذا النوع من العمليات الجراحية يتم إجراء عمليات استئصال المرارة خلال الرجل الآلي ولكن يوم نجي ونشوف الإجابة على سؤالك دكتور عبدالله نسويها بالمناظر الجراحية أو نسويها بالرجل الآلي في مهارة الجراح نعم وإمكانيات الجراح ولكن في الشيء الآخر الذي نسميه cost effectiveness حقتها هل هي مجدية كعملية جراحية كتكاليف نجد أنه المنتوج النهائي للعملية ما بعد الرجل الآلي وما بعد المنظار واحد ما في أي اختلاف بينهم فاللي هنجي للناحية الثانية نطالع فيه اللي هو هنشوف ونقارن بين تكلفة العملية هذه وتكلفة العملية هذه وسهولة وجودها ممكن للمستشفيات مزودة برجل آلي عشان نتمكن من إجراء هذا النوع من العمليات بعض المستشفيات اللي موجودة فيها رجل آلي ولكن مكلفة جدا مكلفة جدا نعم كمقارنة بتكلفة العملية يوم تم إجراءها عن طريق المناظر الجراحية بالنسبة دكتور يعني بنتقل معك لموضوع آخر اللي هو موضوع التهاب البنكرياس إيش أسباب دكتور التهاب البنكرياس بشكل عام ممتاز هذه أحد النقاط الضرورية اللي دايما إحنا بنتكلم فيها وبنذكرها للمرضى في العيادة اللي بيجونا ويشتكوا من نفس المشكلة اللي بدأنا وتكلمنا عنها اللي هي حصوات المرارة جميل دكتور أنا عندي حصوات في المرارة طيب إذا ما شلتها إيش المشكلة نبدأ نرجع ونحكي القصص اللي حكيناها أول من أهم أسباب التهابات البنكرياس اللي هو وجود الحصوات أو سبب رقم واحد اللي هو حصوات المرارة وبعد كذا تتعدد الأسباب وتقل في أهميتها من بعض الأمراض الالتهابية الحاجات اللي كنا بنشوفها في الخارج اللي هو بصفة كبيرة كانت أحد أسباب التهاب اللي هو نعم استهلاك الكحول وشرب الكحول وبعدين في بعض الأمراض الالتهابية بعض أنواع الفيروسات بعض أمراض المناعية ممكن تسبب بعض الأدوية ممكن تسبب لأن هذا شيء ولكن هذه نادرة مقارنة بالسبب الرئيسي اللي هو وجود حصوات في المرارة فالسبب الرئيسي للتهابات البنكرياس هو حصوات المرارة طيب أي شي دكتور أهم الأعراض اللي ممكن تظرع المريض اللي عنده التهاب في البنكرياس في الغالب ممكن تكون الأعراض اللي بيجي فيها المريض بتكون هي المرة الأولى اللي بتتكلم فيها حصوات المرارة يكون قبل كذا ما يعرف المريض أنه في عنده أي حصوات مرارة ولا أي شيء فأول مرة بيجي ويزور الطوارئ تكون بسبب الالتهاب الحاد في البنكرياس اللي جاله نتيجة وجود حصوات المرارة أو أنه المريض يكون عنده حصوات مرارة وبتجيروا آلام بشكل متكرر بيستحملها بيروحوا يجي بيرفض العملية بيتأخر في العملية ما بيسويها بيقول لا لسه شوية عندي شغل ساكن بعيد والأمور هذه كلها فبيجينا بعد كذا وهذا هو ما قلنا الفئة اللي بتجينا للأسف بالمضاعفات الغير مرغوب فيها والمضاعفات الغير محمودة اللي احنا ما نرغب اننا نتعامل معها اللي هي أحدها التهاب قدة البنكرياس طيب ايش الأعراض دكتور اهم الأعراض اللي بمك تظهر أهم الأعراض الآلام فالآلام الآلام تكون آلام حادة جدا يجي المريض يشكي يقول كأني حاسب آلام تبت قطعني من الداخل ومدتها طويلة وحدتها شديدة جميل مقارنة بالمرارة دكتور أيهم أقوى في الآلام الآلام التهاب الحد في البنكرياس أقوى من مغسى المرارة العادي جميل وهل يكون يصعب معها غثيان واستفراغ وغيره تكون مصاحبة بغثيان مصاحبة باستفراغ تكون مشابهة يقول لك المريض أنا عندي آلام تجيني ولكن الآلام اللي حاسه الآن أشد أقوى مكانه مختلف القيء زيادة فتكون مصحوبة وكيف يتم تدور تشخيص المريض اللي نتهاب البنكرياس التشخيص يعتمد على أعراض المريض والتاريخ المرضي له الأعراض اللي بيجينا ويشتكي منها المريض وعلى تحاليل الدم اللي بإجراءها خلال وجود المريض في عملية الطوارئ نلاقي إنها دائما مصحوبة بارتفاع في إنزيمات البنكرياس نسك بالنسبة لعلاج دكتور نح Scottish الخيرات لعلاجية المتاحة للاpiece التهاب البنكرياس العلاج بالنسبة لمرضى التهاب البنكرياس نستطيع أن نقول لدينا التهاب الحميد للبنكرياس سنتعالج المشكلة اللي جاء فيها المريضة الآن اللي هو التهاب البنكرياس وبعد ايضا لازم نعالج السبب حقه طيب نتعامل شيء أولا مع علاج البنكرياس الالتهاب البنكرياس يحتاج إلى تنوين فترة في المستشفى ولا قدر الله ممكن أنه المريض يحتاج إلى تنوين في العناية المركزة إلى ملاحظة إلى فترة إلى علاج مكثف بالسوائل ومسكنات الألم وبعد كذا أول ما تبدأ الألام تخف ويختفي الألم والمريض يحس أنه أموره صارت كويسة لازم نعالج السبب وقلنا السبب الرئيسي عندنا هنا في المجتمع لالتهابات البنكرياس هو وجود حصوات المرارة اللي بننصح فيه واللي دائما بنذكره لطلابنا في كلية الطب يوم بندرس هذا الموضوع ونأخذ هذا الموضوع بنقول لهم لا تخلي أي مريض عنده التهاب في البنكرياس يطلع من المستشفى والمرارة موجودة فدائما بنطلب منهم بنقول لهم أنه الشيء الرئيسي بعد ما يتعافى المريض من التهاب البنكرياس أنه يتم استئصال المرارة حالا لتجنب 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 أنه تحدث مرة ثانية أزمة أزمة التهاب حاد في البنكرياس وتكون يمكن أشد من الأزمة الأولى وأزمة لا تحمد عواقبها ممكن لا قدر الله تؤدي إلى الوفاة جميل أيش خطورة الدكتور إهمال العلاج ومكابرة الشخص مثلا الألم وهو ألم من التهاب البنكرياس وعدم ذهابوا للمستشفى والطبيب ما أظن أنا أنه سيجي شخص عنده التهاب حاد شديد في البنكرياس وما سيجي للطوارئ طيب آلامها مبرحة لا يستحملها الشخص حتى لو قلنا أنه فيه كبرياء وفيه جلد وصلابة ولكن آلم سيكسر وحيخلي المريض يجي للطوارئ ولكن الشيء الذي يفرق ممكن يقول لك أنه الألم بدأ ممكن معاه من كم ساعة أو الألم يبتد معاه من كم يوم فهذا الشيء ممكن يفرق وهذه الحاجات التي تفرق معنا شوية يوم نتخذ الخطوات اللازمة لعلاج هذه المرضى جميل دكتور من الأشياء التي ناس كثير تتساءل عنها فيه أعراض ممكن تظهر على المريض أو أشياء متوقعة تحدث بعد العملية مثلا تجمعات سواء الله سمح الله أو ممكن حتى صديد في مكان العملية وفيه أشياء مفضلة ما تحدث أخطاء طبية مثلا فإيش الفرق ما بينها بشكل عام كتوعية بس فقط للناس الفرق تقصد بين المضاعفات والخطأ الطبي المضاعفات اللي نقدر نقوله أنه أنت سويت كل حاجة زي ما هو مكتوبة في الكتاب والمراجع العلمية والمراجع العلمية والمقالات العلمية وسويت كل شيء بحذافير واتبعت الغايد لاينز اتبعت الخطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولكن للأسف في نسبة من الناس معرضة أنها تحدث عندها هذه المضاعفات رغم أنك اتخذت جميع الإجراءات جميع الخيارات الوقائية اللي أنت مفروض أنك تتخذها الحاجات اللي بنستخدمها زي الـ check list والأمور وقمت كل شيء على أكمل وجه وقمت بواجبك ولكن للأسف في مضاعفات حدثت أبسط هذه المضاعفات ممكن التهاب بسيط في جرح العملية ولكن يوم ننتقل للطرف الآخر اللي هو الخطأ الطبي الخطأ الطبي هو ببساطة أنه شيء صار ما كان المفروض أنه يصير شيء صار ما كان المفروض أنه يصير أو أن الطبيب قام بشيء ما كان المفروض أنه يسويه دكتور من الأشياء اللي تظهر على المرضى بعد العملية أحياناً عملية البطن بشكل عام اللي هي الحازوقة أو الشهقة أو الـ hiccups فهل دكتور يعني إيش سببها وهل تروح تختفي مع الوقت أو شيء اللي يصير بالضبط؟ هذه عادة بتحدث نتيجة إثارة للحجاب الحاجز أو كسل في عمل المعدة بعد العمليات الجراحية المواد اللي بيستخدموها في التخدير ممكن بتسبب لنا كسل في عودة وظائف الجهاز الهضمي لوضعه الطبيعي من ناحية أنه الواحد يقدر يأكل وهذا ولكن قلت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة أو في العقدين الثلاث أخيرة قبل غير قبل العقود السابقة مع بدايات التخدير والأمور هذه كانت الأدوية أقوى وتسبب هذه المشاكل بشكل أكبر الآن خفت بشكل كبير بعض الأدوية اللي ممكن نستخدمها عشان تقلل من حدوث هذه المشكلة إنها بعض الأدوية المحفزة لحركة الجهاز الهضمي ممكن تقلل لنا بشكل كبير من الفهيقة هذه بنشتكي منها مرات جميل دكتور الخلطات الشعبية هل لها دور في موضوع التهابات المرارة والحصوات بشكل عام؟ ممتاز بيجيوا يسألوننا والله دكتور أنا بأخذ هذه العشبة ونصوحوني بأخذ هذه العشبة الحجر موجود ما في أي حاجة حتذوبه نتفق على هذا الكلام يعني ما في شاه معين ولا مشروب ما في أي شاه معين ما في أي مشروب مدام تكونت حتكون موجودة البذرة موجودة وتكبر طيب الحاجة اللي ممكن نسويها أنه ممكن في حاجة تقلل من نسبة الكوليسترول تقلل من تخلي الواحد ينزل وزنه بشكل تدريجي تقلل من نسب حدوثها أما إذا أنها تكونت فهي موجودة فهي موجودة ولن نتمكن من إذابتها الطريقة الوحيدة أننا نتخلص منها هو التخلص زي ما ذكرنا من المصنع بكبره بحد ذاته وكذا نستأصل المرارة جراحيا ونرتاح من المشكلة كاملة جميل دكتور لماذا المريض يحتاج إلى إبر سيولة بعد العملية؟ إبر سيولة بعد العملية نستخدمها لتجنب مضاعفات ما بعد العملية في مضاعفات عندنا يكون لها علاقة بالعملية الجراحية بحد ذاتها كاستئصال مرارة بالمناظير الجراحية وفي مضاعفات للعمليات الجراحية بشكل عام الحاجة التي ذكرناها في البداية وهو أجهزة التنفس أو تمارين التنفس هذه من مضاعفات العمليات الجراحية بشكل عام إبر سيولة التي نأخذها لمنع حدوث مضاعفات المضاعفات التي نمنع حدوثها وهو حدوث تجلطات في بعض أنواع العمليات المفروض أن بعد عملياتها المنظار المريض يقوم ويمشي ويتحرك على طول من نفس اليوم بدون أي مشكلة ويقدر يأكل ويشرب عمليات أخرى التي نضطر فيها إلى فتح البطن عمليات تكون كبيرة عمليات أورام المرضى يكونوا معرضين إلى حدوث هذه التجلطات التي في القدم للا قدر الله ممكن أنها تنتقل من القدم وتصيب الرئى وتدخل في تجلطات وجلطات رئوية غير محمود عقباها للأسف فهذه تمنع من حدوث الأمور هذه وليس هي الشيء الوحيدة التي نستخدمه هناك فيه كمان بعض الأنواع الشراريب الشراريب الضغط الشراريب الضغط نستخدمها وفيه بعض زي التمرين الأجهزة المساج لشرين الأقدام لشرين الأقدام وشرين الرجل تستخدم لمنع حدوث هذه الأمور فأي واحد فيهم بنستخدم ويعتمد على المريض اللي أمامي في الغالبية العظمى من المرضى عندنا نعطيهم إفرسيولا هذه للعملية البسيطة هذه لمدة أسبوع زمان مو أكثر من كذا ما نحتاج أننا نزودها وإذا كان المريض عارفين ومتأكدين ومتيقنين من أنه سيتحرك بعد العملية بعد ما يطلع أبدا ما يحتاجها جمل أهمية المشي دكتور بعد العملية؟ أهمية كبيرة جدا ضروري جدا أن المريض يرجع ويمشي المشي يساعد في عودة عمل الجهاز الهضمي لوضعه الطبيعي يساعد في حركة وتدفق الدم في شرايين الأقدام والأرجل ويمنع حدوث التجلطات بعض المرضى دكتور يتكلمون عن عمليات المرارة أو أي عملية سواء في الجهاز الهضمي أنه بعد العملية يصير فيه انتفاخات في البطن وغازات هاي دكتور كيف يتجنبوها أو كيف يعالجوها في البيت مثلا؟ الانتفاخ هذا اللي موجود هو نتيجة كسل في عمل الجهاز الهضمي المعدة تكون شوية كسلانة الأمعاء تكون شوية كسلانة القلون يكون شوية كسلانة نبغالها شوية وقت على ما تفوق كذا من الدول اللي هي أخذته فالحاجات الكثيرة اللي بتساعد على تحفيز حركتها وتقلل من النفخة هذه اللي هو الحركة ومضغ اللبان في مرضى كثير عندنا بعد عمليات استئصال في الجهاز الهضمي استئصال القلون استئصال جزء إلى الأمعاء ننصحهم على طول أنه يبدأ بمضغ اللبان بدون ما يبلعوا ننصحهم أنه يمضغوا لأنه يحفز بشكل كبير حركة الأمعاء وأنه ترجع الأمور لوضعها طبيعا عشرين ثاني دكتور رسالة أخيرة تحب توصلها للمشاهدين حصوات المرارة مرض يوجد في المجتمع موجود الناس اللي بتشتكي منه ننصحهم بعدم التردد إجراء العملية العملية من العمليات البسيطة نفضل إجراء العمليات هذه في بداية المشكلة في بدايات التشخيص ونتجنب أن نسويها لقدر الله مع وجود مضاعف مع وجود مضاعفات للحصوات أو لحجار المرارة وعدم التردد في إجراءها وفور التشخيص لتجنب لقدر الله أي مشكلة من الحاجات اللي ذكرناها جميل الله ذكرها في دكتور محمد أسعدتنا وشرفتنا وما شاء الله الحلقة أثريتها بالمعلومات القيمة اللي ذكرتها دكتور الله يخليك دكتور عبد الله بالعكس الشرف لي أنا سعيد جدا بالاستضافة هذه وإن شاء الله تكون المعلومات اللي ذكرناها معلومات خفيفة ولطيفة وقدر المستمع أو المشاهد يتلقاها بكل بسلاسة وبصابة بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين وصلنا إياكم إلى ختم حلقتنا لهذه الليلة نتظرون أسبوع القادم في تمام ساعة الحديث عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلكم والحين نستطيعكم الله إلى تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية إن البلاء طهارة وزكاء ولكل داء في الحياة دواء فاسأل طبيبك ما الدواء من علته والقلب يملأه رضا ورجاء واجعر لربك بالدعاء فعنده